اشتركوا في القناة المشمولين بالعفو الملكي إلى الدخول إلى موقع البوابة الوطنية لمملكة البحرين لإصدار واستكمال إجراءات تحديث وإصدار بطاقة الهوية للمشمولين والحضور وفق مواعيدهم المجدولة سلفا إلى مركز بطاقة الهوية التابع للهيئة في مدينة عيسى مع ضرورة إحضار صورة حديثة وشهادة إثبات عنوان السكن وفق الاشتراطات المعمول بها حيث سيتم إصدار بطاقة الهوية لهم وتسليمهم شهادة عدم الممانعة بما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات التي ستقدمها لهم وزارة العمل جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته وزارة الداخلية ووزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فرصة جديدة للاندماج في المجتمع والمساهمة بروح ومسؤولية وطنية للتنمية أتت إثر المرسوم الملكي السامي للعفو عن عدد من المحكمين من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تلاها توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وزارة العمل لتوفير برامج تدريبية وأرض فرص العمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي من أجل تحملهم المسؤولية المجتمعية المناطة بهم بالمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية وجه سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية المواقر بتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار شهادات عدم الموانعة من قبل الإدارة العامة للمباحث الأدلة الجنائية بالتنسيغ مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة للأشخاص المشمولين بالعفو الملكي السامي الذي لا توجد لديهم قضايا أخرى أو مطالبات أخرى وبناء على ما سبق وحسب توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية فإن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة تؤكد على تواجدها بشكل دائم ومستمر للمساهمة في تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة وتخلص الإجراءات الخاصة بالأشخاص المشمولين بالعفو الملكي السامي الذي لا توجد لديهم قضايا أو مطالبات أخرى وذلك بالتنسيغ مع الجهات المعنية هذا شيء مفرح وطبعاً دليل اهتمام القيادة الرشيدة بمواطنينها والحمل للمواطن كذلك فيه توجيهات بتسهيل كافة العقبات وتسهيل لهم إصدار بطائق يعني هوياتهم والبعض المستندات اللي هم محتاجينها إن شاء الله وزارة العمل تعمل لتوفير برامج التدريب والتأهيل المختلفة بما فيها التدريب على رأس العمل والتلمذة المهنية والإرشاد المهني وغيرها من الخدمات التي تقوم بها الوزارة بالنسبة لدورنا نحن في وزارة العمل فور تحديث بياناتهم الشخصية راح نباشر تقديم خدماتنا إليهم وراح نتصل فيهم نسهل نشرح لهم ونوجههم شون يسجلون شون حاتهم بياناتهم نحن كلنا نحتاج منهم صورة شخصية نسخة من آخر مؤهل وحساب بنكي معتمد على ساتص صرف التهمد والتعطط طبعاً بنركز على موضوع التدريب والتوظيف هذا من ما لا شك فيه أن التوظيف مهم جداً وإيجاد فرص عمل ولله الحمد نحن اليوم قدرين مع الأخوة في إدارة التوظيف أن نوفر مجموعة من الفرص اللي نقول الوظيفية اللي هي راح يتوظف فيها طبعاً في بعض الناس من شمالهم العفو يمكن يقول لك والله أنا مو مستحب من أشتغل الآن أتدرب وهنا هنا موضوع التدريب وبرامج التدريب لدينا برامج تدريبية كل شيء كثيرة وطويلة وفيها أنماط كثيرة من التدريب المرسوم الملكي السامي والتوجيهات الحكومية جاءت لتكريس مبادئ المملكة في المحافظة على حقوق الإنسان وضمان مشاركة جميع أبناء الوطن بالمسيرة التنموية الشاملة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين